اكد صاحب سمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان قمة الرياض شكلت وثيقة واجب الالتزام بما جاء فيها للمصلحة المشتركة كما اسست لمرحلة جديدة من التعاون الخليجي والعربي يكون على درجة عالية ومتقدمة تتماشى مع تحديات المرحلة واخطارها الامنية والاقتصادية وان الخروج عن هذا الاجماع غير مقبول ويجب ان يعلو امن الخليج العربي واستقراره على كل امر اخر وقال سموه ان مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لتستهدف احدا بشر فكل واقصى ما تريده هو رفع الاذى عنها ووضع حد لأي امر يقوض امنها واستقرارها او يهدد سلامة شعوبها واسكات كافة منابر الفتنة والتحريض التي تستطر برداء الاعلام تارة وبثوب الحقوق تارة اخرى لتخفي مخططاتها لضرب امن المنطقة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار افراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على تطوير الخدمات الحكومية في القرى لافتا سموه الى ان القرى لها نصيب وافر من الاهتمام الحكومي لتصل الخدمات فيها الى الحد الذي يرضي طموحات اهليها فنحن نريد ان تكون مظاهر النهضة في القرى كالمدن مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي واكد سموه بان التوجيهات مستمرة للوزراء بزيارة القرى لتفقد احوال اهليها والتي كان اخرها التوجيه بزيارة قارية لدراز والوقوف على احتياجات ساكنيها من الخدمات والمشروعات الاسكانية واخضاعها لتطوير شامل يجعلها في كفاية خدمية شاملة واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بان مشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق التي اصبحت في وضع الجاهزية للتجشين ستسهم في دعم جهود الحكومة في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحامات وبخاصة مع افتتاح التقاطعات التي تقع في قلب العاصمة المنامة وتشكل شريانا حيويا يربطها بباقي المناطق